يستمر تأرجح العملية الانتخابية بين الخلافات السياسية بشأن تعديل قانون الانتخابات تارة ومحاولات حزبية للهيمنة على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أخرى ومن أكثر الأمور تعقيدا مع بداية تشكيل كل حكومة جديدة مادة جدلية إنها المادة السادسة والسبعون من الدستور والمتعلقة بالكتلة الأكثر عددا في مجلس النواب عيث اختلفت تفسيرات القوم حولها حتى هذه اللحظة فيما اقترحت لجنة التعديلات الدستورية تعديلها من الكتلة النيابية الأكثر عددا إلى الكتلة النيابية الأكبر الفائزة بالانتخابات ومع تحديد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لسادس من حزيران عام 2021 موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة أشار مستشار الكاظم لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي إلى وجود ضغوطات داخلية وخارجية ومحاولات دائمة من قبل بعض الجماعات والأحزاب السياسية والبرلمانية من أجل الهيمنة على المفوضية العليا للانتخابات مطالبا نأل مفوضية بمقاومة الضغوط لضمان انتخابات شفافة ونزيهة تتوافق ومطالب الحراك الشعبي بلا شك هناك ضغوط داخلية وخارجية في الواقع وهناك محاولات دائمة من قبل بعض الجماعات والمجموعات السياسية والبرلمانية حتى من أجل الهيمنة على المفوضية وهذه قضية طبعا موجودة مو فقط في العراق في كل مكان فعلى المفوضية أن تقاوم كل هذه النزوات والصمود والقيام بعمل جيد مهني شفاف وإنجاز انتخابات نظيفة مسألة نظيفة مهمة جدا الشعب لا يمكن أن يقبل الانتخابات زائفة أو مشوهة بالمستقبل محاولات نيابية لاستبدال موعد الانتخابات بآخرة متذرعة بحجج عدة وأخرى تعرقل إقرار صيغة نهائية لقانون الانتخابات لضمان تحقيق مصالح فئوية ضيقة تقابلها مخاوف عودة هيمنة السلاح والمال السياسي على سير الانتخابات وما يرافقها من عمليات تزوير للنتائج وعودة سيناريو انتخابات 2018 وما أفرزته من مشاكل مازال العراقيون ينادون بالخلاص منها والحصول على تمثيل شعبي حقيقي في الحكومة المقبلة